أشهدت البعثة المشتركة للاتحاد الفريقي والقامسها بالانتخابات الرئاسية التي جارت في بيئة ديمقراطية سليمة وتحت إشراف قضائي ومشاركة واسعة من الناخبين كما أكدت بعثة جامعة العربية ووكالات الأنباء والمراقبين الدوليين أن الانتخابات الرئاسية كانت نموذجية من كافة جوانب التنظيم والإشراف القضائي الكامل ولم يتم رصد أي شكاوى مؤثرة في العملية الانتخابية إشهادات دولية وإقليمية واسعة بنزاهة وشفافية الأجواء التي جارت فيها الانتخابات الرئاسية وسط المشاركة الواسعة لكل يطياف الشعب المصري في عمليات التصويت التي تعكس بالتأكيد وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي 2024 والمساهمة في صنع ورسم مستقبل الوطن فعلى مدار ثلاثة أيام التصويت في الاستحقاق لم ترصد أي منظمة دولية خرقا لقواعد وضوابط العملية الانتخابية بل توالت التصريحات والبيانات التي أشادت بالعملية الانتخابية ككل ومن بينها تأكيدات البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والكوميسا بأن الانتخابات الرئاسية جرت في بيئة ديمقراطية سليمة وتحت إشراف قضائي ومشاركة واسعة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في سهولة ويسر لتمنحها العلامة الكابلة في الانضباط بل وتطالب الدول الأخرى بالاقتداء بمصر المؤشرات طبعا تدل على نجاح هذه الانتخابات، الإقبال الكبير، مشاركة فئات كثيرة في هذه الانتخابات التسليلات الممنوحة للناخب وأبرزت أيضا شهادة بعثة الجامعة العربية ويكالات الأنباء والمراقبين الدوليين أن الانتخابات الرئاسية كانت نموذجية من كافة جوانب التنظيم والإشراف القضائي الكامل ولم يتم رصد أي شكوى مؤثرة في العملية الانتخابية التي جرت في بيئة سليمة وجو ديمقراطي البعثات الدولية كالبرلمان العربي والسفارات الأجنبية واتلاف نزاهة الدولي للمراقبة على الانتخابات الرئاسية أشادوا جميعا بمدى نزاهة وشفافية عملية الاقتراع مثمنين التقدم الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية في مصر بمشاركة واسعة وجهود ملموسة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الديمقراطية